لتعويض الخسارة في الجولة الأولى وتجنب السقوط جديد يدخل فريقاء البنك الأهلي وفاركو مواجهة اليوم بحثنا عن تحقيق النقاط الثلاثة الأولى وذلك في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دورين نايلة البنك الأهلي القادم من هزيمة بثلاثية لهدفين أمام الزمال قدم فيها الفريق أداء جيدا يسعى لمواصلة أدائه الذي ظهر به خاصة على المستوى الهجومي والذي هدد فيه مرمى الزمالي بالعديد من الفرص فيما ما زال يمثل دفاع الفريق أزمة واضحة للمدرب طارق مصطفى والذي يسعى لمعالجة الأخطاء والتي كلفت الفريق العديد من الأهداف في الموسم الماضي والتي وصلت إلى 46 هدف وهو ما قد يسبب أزمة لطارق مصطفى في ظل طريقة لعب فاركو على المرتدات والاستفادة من المساحات أما الضيف والذي خسر أمام الاتحاد بهدف نظيف يسعى لانتزاع نقاط المباراة ومواصلة العمل الجيد الذي يقوم به الفريق رفقة مدربه الشاب أحمد خطاب والذي نجح في الإبقاء على فاركو في الموسم الماضي بالدور الممتاز وسيعمل خطاب على إحكام دفاعاته وتفادي الأخطاء أمام الأسلوب الهجوم المنتظر من فريق البنك الأهلي ويمثل الفوز في لقاء الليلة تحديا كبيرا للفريقين إذ يسعى البنك الأهلي لكسر عقدة عدم تحقيق الفوز على فاركو في أي مواجهة سابقة فيما يبحث فاركو عن تكريس العقدة وتحقيق الفوز رابع تاريخيا على البنك الأهلي وهو ما يجعلنا ننتظر رقاء مليء بالكثير من المتعتي والإثارة